ترد أننا نحتاج إلى نقرأ ما ورسناه فقط ولذلك هل سيطر علينا ومؤثر على أفكارنا فنجد أن نرى كل شيء لا يقرأ تعال نبتدي بالأفكار سيطر أزاي على أفكاري أقدل أزاي أفكاري أكثر الأفكار التي تهمك أنها ستكون معدولة لأنها ممكن فكرة تعدي وتذهب لا تأثر لكنها ممكن فكرة بواز للدنيا حقيقي نظر أننا نقول لولد ديزني قوة الأفكار تجعل تصرفاتنا متماشية مع هذه الأفكار دائما نحاول الفكرة لتوقع إيجابي كل الأفكار التي فيها عبارة عن توقعات أصلا أنا دائما بفكر مثلا في شغلي أنا متوقع هترأة أو متوقع هترفض أنا بفكر مع مراتي أنها نكادية بفكر مع أصحابي أنهم هيبعوني كل الأفكار هيتوقع لو أنا حاولت التوقع، لهذا التوقع إيجابي تصرفاتي أجباري حتى لو على فكرة الوحشة حقيقة تصرفاتي أجباري هيتوديني للتوقع الإيجابي طب أنا الأفكار دي برضو بتجيلي أحياناً من تصرفات الناس يعني إحنا بنتكلم عن زوج أو زوج بنتكلم عن صديق أو صديقة أو صديقة أو صديقة أو أصدقاء أو أي حاجة بنتكلم عن زمالة طب أنا برضو الفكرة دي بتجيلي لما بشوف اللي قدامي بتعمل معي زي تعمل معي بحب وبلطف وبأمان وبصدق عمري ما هتجيلي الفكرة الوحشة دي موافق جداً بس أنا ممكن أقدر أحول كل الناس اللي بتكرارني ليه الناس بتحبني ده أكيد ممكن أحول زميلي في الشغل اللي بيعمل في مواقف تدايقني وتبوازني شغلي أحوله الواحد بيحبني وبيخدمني لو أنا سبت تصرفاته على جم يعني لا تعطي الإنسان عنواناً لأنك ساعتها ستلغي الإنسان وتتعامل مع العنوان أنا لو سمت فلان إنه كداب فلما هشوفه مش هتعامل معك شخص هتعامل مع واحد كداب لكن لو أنا سبت تصرفاته دي على جم وتعاملت معه لأنه شخص أكيد جواه حاجة كويسة لو أنا تعاملت معاه لأني بحسسه حتى لو بالكد إنه كويس هيبقى كويس معايا يعني عشان كياه دايما بنقول قوة الأفكار تتحوى اللي واقع يعني أنا أقدر أغير كمان مش بس قعد الفكري ده أنا قعد الفكري وحد المتفرف اللي قدامي طبعاً لما أنا قعد الفكري طبعاً يعني أنا لو أنا مثلاً متخيل إنه زوجتي نكادية وصدقت من جواي أن هي أكيد نكادية عشان أنا لها تصرفات يمكن أن تكون بديئة عشان أنا اللي بديئها أو عشان أنا اللي مش محسسها بأمان حتى لو على فكرة أنت شايف أن تصرفاتك دي ما تديقش يعني أنا ممكن أكون شايفة أصلاً أنت ما تقسش الناس على أفكارك ما تقس الناس على المجر بتاعك على الترمومتر بتاعك مستحيل أنا ممكن أكون بعمل الموقف أنا شايفه عادي جداً بس اللي قدامي مش شايفه عادي لازم تتقبله يعني ده برضو يعني فعد الردود أفعالك وفعد الردودك وكلامك لما هتقبله فهقبل الفكر هقبل أنها ساعتها ممكن تكون أوقات نكادية فساعتها لما أنا هتخيل من جواي أن هي أكيد فأوقات تانية مش نكادية وصدق ده وحاول أبرمجها على ده يعني أقول لها أنت على فكرة أجمل حاجة فيك أنك بتحب السعادة أو بتحب الأوقات الفرفاشة أوي ده ممكن بعد شوية مش ممكن ده أكيد لما تبقى عايز بقى لأ مش لما تبقى عايز بقى ولو أنت عايز تغير ولو أنت حابب فهتفكر مظبوط فهتعمل مجبوط لازم تضحي فهتعدل أفكارك فبالتالي هتعدل كلامك فبالتالي هتعدل تصرفاتك أجان لو أنت عايز هو لازم الكتاب كله هتقلي لو أنت عايز لو أنت عايز لكن لو أنت العلاقة دي مش فرقة معاك ما بتفرقش معاك خالص وبتسيب الدونية تبوز بالزبط ده لو أنت عايز